اشتركوا في القناة النفخة اول اشيء قبل ما نحكي عن تفاصيل التغذية شو يعني شو بيصير بجهاز الهضم هلا النفخة في كتير اسباب لإلها هي عبارة بيصير في عنا اللي هي غازات يعني الجسم الطبيعي إلا يصير في عنا نتيجة عملية الهضم إنتاج للغازات بس المشكلة بيكون في عنا خلل هلا منحكي ايش ممكن يكون الخلل هلا اشيء طبيعي يكون الواحد عنده غازات بالجهاز الهضمي ولكن مرات بتكون بشكل كتير مبالغ فبتحسي انه البطن انتفخ وكتير مرات بنسمع من اشخاص انه بحس انه بطني يابس او منفوخ او منطقة البطن كتير منتفخها وبرضه بيعمل وجع كتير قلم يعني بيعمل وجع بالمعد كتير مؤلم وبتحسي بانه خاصة السيدات هو بصيب السيدات اكتر بحسوا بعدم الراحة مرات لما يلبسوا اواعي من الالم من الكذافة ممكن يأثر على حياتهم وكتير صاير شائح يعني حاليا بنتيجة تغير احنا شوي نظام ده الغذائي وحركتنا وحياتنا هلا بنحكي ليش ممكن يكون السبب طيب شو الاسباب الواضحة لحدوث الاساسية هلا احنا بنعرف انه الجهاز الهضمي وظيفته انه نهضم الغذاء ويصير في عنا امتصاص للاغذية المختلفة هلا بيصير في عنا مرات انه نتيجة الخاصة للاشخاص اللي ما بتحركوا كتير يعني هلا حاليا بتلاحظي معظم الاشخاص بالمكتب ما في ممارسة للرياضة ما في ماشي هلا الامعاء كلها والجهاز الهضمي خاصة الامعاء عبارة عن عضلات وهاي العضلات كيف احنا لازم دايما انا بحكي من مرن ايدينا من مرن اجرينا من تحرك من نحب انه نعمل رياضة برضو هادول الامعاء بتأثروا بالحركة والنشاط اذا الشخص كتير بوعد بورا المكتب ما في حركة ما في ماشي ما في اي نوع ممارسة للرياضة هاي الامعاء كمان ممكن يصير فيها كسل فنتيجة كسل هاي الامعاء وعدم الحركة ممكن يصير فيها عندنا طبعا نفخة وغازات لان الجسم مش قادر يتخلص من الغازات لزيادة هلا ممكن يكون سبب تاني يكون بعض المشاكل بتصيب الجهاز الهضمي يعني ممكن تكون هاي دليل على مشكلة صحية الامساك الشديد لفترات كتير طويلة برضو هذا ممكن يعمل غازات عندنا الاشخاص اللي عندهم حساسيتي لغلوتن مرات ممكن مش عارف من ايش الحساسية اذا صار في فقدان كتير كبير للوزن وعنده غازات ممكن يتأكد اذا كان عنده حساسيتي لغلوتن ممكن حساسيتي اللاكتوز اللي هو سكر الحليب وممكن مشاكل في الجهاز الهضمي زي مثلا كرونز ديزيز اللي هو بيكون فيه عندنا الالتهاب وتقرحات اللي بتصير عندنا بالامعاء ممكن مشاكل تاني برضو بتصيب الجهاز الهضمي يعني ممكن كمان اذا ضلت مستمرة الغازات لفترات كتير طويلة نراجع الجهاز الهضمي ونتأكد انه احنا ما عنا مشاكل ممكن يعمل طبعا هاي اجراءات طبية يتأكد انه ما عنا ما اي مشاكل صحية ممكن مرات تاني منسميه دايورتيكولر ديزيز برضو بيصيب الامعاء هاي كلها ممكن من اعراضها تعمل غازات اللي هو برضو بيصير في عنا التهابات بالامعاء بيكون على شكل نتوآت وها اذا طولت بيصير في عنا التهابات وممكن تتطور هي يعني بالمجمل بعض المشاكل بتصيب الجهاز الهضمي اذا الحركة ومشاكل بالجهاز الهضمي مرتبط كمان فيه القلون القلون العصبي طبعا كله هدول بس بتلاحظي هدول الاشخاص اللي عندهم نفخة وبطنهم بنتفخ اول ما يبدوا يمارسوا نشاط بدانية حتى لما يطلعوا يمشوا ويرجعوا بتحسوا في راحة يعني فيه بخف عنا المستوى الغازات ممكن يكون طبعا أغذية معينة طيب خلينا معنا سنحكي على الأغذية أغذية معينة هلا أكتر الأغذية اللي بتعمل غازات في عنا بشكل عام نحكي النشويات هلا النشويات على حسب شو أنواع النشويات النشويات اللي فيها أكتر إشي سكر الفركتوز برضو النشويات اللي موجودة بالبقوليات عندنا اللي هم الفصولية الحموص البقوليات بأنواعها وفي عنا كمان الخضروات اللي هم هدول كتير مفيدين أنا كتير بحبهم من ناحية الفائد الغذائية يعني إذا نحكي رقم واحد كتير منه بس بي دايقوا بعض الأشخاص ولكن آه ممكن يعملوا غازات بعض أنواع السكرية زيرة في نوز في عنا الملفوف بأنواعه في عنا البروكلي والزهرة معلني أنا البروكلي دايما بحكي عنه من ناحية القيمة الغذائية ولكن هاي من أكتر الأشياء اللي ممكن تعمل غازات عنا مثلا في ناس ممكن باستغرب الجزر الجزر نفس درجة مثلا الزهرة أو الغهرة أخاف شوية ممكن يكون واحدة من الأسباب هذه جديدة ممكن يكون واحدة من الأسباب الجزر فيه كمان اللي بيحبوا الأسبراغاس أو اللي بيسموا اللي هم هميز بيكونوا هايك طويل برضه هذا ممكن يعمل غازات البصل البصل الني البصل المطبوخ البصل الأخضر ممكن يعمل غازات البصل الني والمطبوخ كله آه ممكن يعمل غاز��� يعني مش بس نっとو اخ Isso شوي لا برضو ممكن يعمل الغازات بس هاي اللي عم بحكيها لبنحكي كيف كل شخص لانه مش شرط لكل شخص عنده غازات انه يتجنبها في عنده انواع الفواكه اكتر الفواكه الممكن تكون مسبب الغازات مع انه يعني فوائدها كتير عالية التفاح والنجاص والمشمش وكمان المشمش الخوخ الاسود للأراسيا هدول برضو من اكتر انواع الفواكه الممكن تقدي لحدوث الغازات انت فكر الراسيا غني بالالياف فمتسهل عملية الهضم ما هو كمان النظام الغذائي العالي جدا بالالياف ممكن يكون واحد من اسباب يعني كلها بتلاحظي اغذية مفيدة يعني مثلا الانخالة الخبز الاصمر لانخالة الحبوب الكاملة هاي الالياف كلها لانه الالياف هي ما بتنهضم بالجسم اوكي فبصير عملية زي تخمر الها عن طريق البكتيريا بالامعاء فهاي خاصة اذا كانت الزيادة البكتيريا ممكن تعمل نوع هلا انتي حكيت عن البقوليات كمان اللي هو فول وحمص طبعا فول حمص فصولية بيضة فصولية اه خبز الخبز الاصمر الخبز الانخالة اوكي بس انا اللي بدي احكيي انه هاي احتماليات كتيري لاشياء ممكن تسبب غازات هلا بكل واحد ديكون زي اي كنو طبيب نفسه صح بدي سجل شو اللي بيأكل وشو اللي بيسبب له اه يعني تلاقي في ناس ممكن البكلي ما يضيقهم بس الزهرة كتير تنفخهم او تعملهم يعني مش شرط اذا ما تتأثر بالزهرة انت ما تتأثر بالبروكلي اي بزبط كل شيء له حالة اه بزبط يعني في ناس ممكن ما يضيقهم التفاح ممكن التفاح اول ما يقشروا يلاقوا في تحسن فيه ناس بتحسيهم الجزر المسلوق مثلا ما بنفخهم كتير زي الجزر العالي بس غريب انا استغربت من الجزر والتفاح جزر والتفاح ونجاص يعني هذول اكتر الاشياء لانه هي اللي بيعمل الغازات اللي هو الغازات شوية انه هي عندنا نشويات النشويات بتتخمر في الامعاء اللي بديتخمر بديتخمر السكر او النشويات الموجودة لانه البكتيريا بتشتغل على السكرية اما النظام اللي فيه بروتين او كذا ما ممكن ما يقضي التفاح اذا بيقشروا ولا مش شرط برضه مرات فيه ناس بتحسنوا اذا قاموا القشرة يكون متحسن بس ممكن اشخاص تاني لأ يتلاقيهم بس من البصل لانه هاي كل واحد شخص عن التاني بيختلف فيه شغلتين كمان يمكن ناس ما بعرفوها العلكة صح العلكة بتعمل غازات نسمع العلكة بتعمل كرش بتعمل غازات وكمان الحلويات او الكاندي اللي بنمص اللي فيه المحليات الصناعية اللي هم نسميهم شغر الكوهول صور بيتول هذا محلي صناعي يستخدم خاصة باكل الضايت او الشغر فري هدول محليات بتعمل كتير برضه غازات فبدو من ينتبهوا لانه واحدة من اسباب الحدوث النفخة اللي هو البلع الزائد للهواء من خيء مثلا العلكة بتساعد العلكة الحلويات اللي بتنمص مص برضه بتدخل الهواء نحكي لهم اللي بيحب يشرب العصير بالمصاصة وشالمونة برضو هاي بتعمل تدخل الهواء زيادة لانه احنا بننخفف من عملية ادخال الهواء ودايما عشان هيكي بنحكي انه لما ناكل ناكل شوي شوي ما نحكي واحنا عم ناكل لانه كلها هاي بيساعد انه يدخل الهواء واللي يدخنوا عندهم احتمالية اكتر انه يكون عندهم غازات اكتر طيب قبل ما نحكي عن مشروبات كمان في مشروبات بتزيد من الغازات بيسألوك الفليفلي بتعمل غازات؟ ممكن في ناس حتى من الخيار مع انه اقلل هاي ولكن ممكن بس هذا اللي عم بحكي انه الواحد بده يجرب اذا قام الفليفلي وحس انه تحسن بس هون بكون الشطارة ودور الشخص انه يعرف كيف يعوض هاي الخضروات بخضروات تانية مفيدة عشان احنا ما بدنا يتقصل نظام الوزائي الحامل بيصير عندها الغازات؟ الحامل كتير ممكن يصير عندها غازات بكتير منحكي للحامل تتعدد الوجبات في اليوم وتحاول كمان اذا في مجال تتمشى او تعمل اي نشاط بدني لاصباحة مثلا ماشي خفيف اذا سمح لها الطبيب برضه ممكن يخفف كتير تمام حبيت اسئلة الفيسوك اليوم بيسألوك عن البرد او تغيير الاجواء؟ تغيير الاجواء ما في من ناحية التغذية ما في اي علاقة مباشرة ولكن ممكن يستشير الطبيب ولكن غادة لا كمان سؤال عن شرب الماء مثلا كاستين الصباح بيخفف من هاي الاعراض الماء ما في علاقة الماء مهمة جدا يعني للجسم بشكل عام الماء من الشبهة من الشبهة يعني اذا ما كان فيها منحلها بعصير او مستخدم عصير البودرة بيكون كتير احسن لانه في مشروبات تانية بتعمل غازات ولكن الماء ما بتعمل غازات تخلينا نحكي على المشروبات بالتحديد لانه كمان عم بيسألوا عن الحليب حين نعرف انه ممكن الحليب يسبب برضو غازات هو ليش بيعمل لانه من اللي بيعمل اللي هو اللاكتوز سكر اللاكتوز الموجود اصلا بالحليب هذا هو اللي عم بيعمل غازات خاصة للناس اللي عندهم حساسية او نقص في افراز انزيم اللاكتوز ممكن يروحوا على حليب الصوية هدا حليب صوية بس هلا الحلو صار فيه الاسواق فيه حليب بقري ولكن بقيموا منه اللاكتوز حلو لاكتوز فري تقدروا تلاقوه بالاسواق وموجود طبعا يمكن مش بكل السوبر ماركتس ولكن سوبر ماركت الكبير اللي بيعمل للنفخة او الغازات هي هو اللاكتوز اللي بالحليب فانت اذا شتريت حليب بدون لاكتوز ما عندك مشكل بتتحسن كتير او ديروحوا حليب الصوية والرز والله العصائر للناس اللي ما بيعرفوا اللي بيشربوا كتير عصير خاصة العصير اللي الشوكير فري اللي هو الخالي من السكر لانه برضه باستخدمه فيه محليات او الناتج عن سكر الفراكتوز بيعمل نفخة واكتر انواع العصير بتعمل نفخة عصيرين عصير التفاح وعننا كمان عصير الإجاس هادول كتير بيعملوا نفخة يحاولوا يستبدلوها ممكن بعصير بردقان طبيعي او غيرها من العصائر لانه هاي اخف من ناحية النفخة والشوكير فري برضو هاي بتعمل او الخالية من السكر بتعمل غازات تمام مشروبات الغازية اهي طبعا رقم واحد احنا دايما مننبه لالها لكتير حالات ما تشترؤوها اصلا رفعوا راسكم ولا اي فائدة بس مضار وحتى الشوكير فري اكتر اللي هي خالية من السكر بتعمل غازات اكتر كمان لانه برضو في عنا محل صناعي كمان يعني اجهدوها عن البيت طب المي الغازية برضو ممكن تعمل غازات لانه الغازات الموجودة فيها هاي بتأثر طيب ربا في عم بيسألوا عن الدورة القهوة سريعة الذوابان القهوة ما بتعمل سريعة الذوابان ما بتعمل ولا القهوة العادية ولا القهوة العادية ما لها علاقة مباشرة بالغازات لها علاقة اذا بشربوا كتير بالحرقة موضوع الدرة، الدرة ممكن طبعاً لأنه برضو من النشويات وفيها ألياف عالية في الأشخاص ما بتدايعوا منها بس في أشخاص بتدايعوا منها وبتستغرب في ناس من البطاطا من البطاطا؟ من البطاطا المسلوقة وهذا ممكن تعملها حكينا برضو من النشويات بالزبط، هو بعض أنواع النشويات اللي كتير إلها علاقة بس برضو من نحكي إنه ما تلغي إنت يعني مش نيجي نحكي هلأ عم نحكي عن النشويات يجي شخص يلغي النشويات تماماً ممكن إذا كان عنده تحسس كتير كبير من الحبوب الكاملة يروح هنا مننصحه بالخبز الأبيض يعني هون نبدأ ننصح بالخبز الأبيض بدل الخبز الأصمر مثلاً عشان نقلل من الألياف الموجودة حكينا عن مشكلة بلع الهواب، نقدر نتجنبها؟ نقدر نتجنبها بعدة أشياء أهم شغلة أنه نصير ناكل عدة وجبات خلال النهار ما يكون وجب الوحدة يعني لما ناكل على بعدة فاضية أو قولنا طول النهار مش ماكلين أكيد رح يصير عنا مشكلة هاي بلاحظها حتى يمكن اللي عم بسمعوني هلا وعندهم هاي المشكلة بلاحظوا إذا بضلهم طول النهار بدون أكل وبنتفخوا وبقولوا ليش أنا منتفخ؟ ماردة أكفاضي اه من الهاي وأنهم بياكلوا مرة وحدة وجبة كاملة دسمة صف ما يحكوا هم عم بياكلوا يعني هاي من أداب المائدة مرات بنحكي بس برضه يحاول الشخص يعني يكون مش عم بياكل عم بيحكي بنفس الوقت وكمان التدخين والأشياء اللي حكينا عنها إنه الواحد ما يعليك ما يستخدم هذا الملبس الفيومص والكاندي اللي بيقى الحلويات السكاكر النفخة دائما مرتبطة بالغازات ولون تكون لأعراض تانية مثلا في قولون عصبي عم بيسألوا يعني إيش علاقة الغازات دائما أو النفخة بالغازات هلا هاي النفخة ممكن يكون عارض ممكن الواحد عنده إنتاج أكتر للبكتيريا ناتج لمرض معين ولكن إذا ضلت مستمرة لبقت كتير طويل والشخص عم بيحس إنه معدته بمحجرة لأنه بتكون هون لازم يستشير الطبيب يشوف هل فيه داعي طبي هل فيه تشخيص طبي بيعملوا عادة بتأكد الطبيب طبعا بتأكد من أمعاقه بيشوف إذا فيه مشكلة صحية هون لما نعالجها إحنا بس كتير يعني أحكي لك نص علاجها نصها تغزوي ونصها حركي أو رياضة أنا حبيت إنك ربطي مع الحركة أنا كن فكري إنه بس أكتر إشي بالتغذية يعني الحركة حكيتيها حتى قبل التغذية يعني نص بنص يعني الناس اللي عندهم خاصة السيدات لأنه بقولولي أنا كتير بس معها من السيدات وبعرف إنه بتنتفخ البطن وبيصير منظر ومو حلو بيكون مؤلم جدا التعديل للنظام الغذائي بديك تحكي إذا ما فيه أي مشكلة صحية أكيد كمان ينتبهوا للأطعم المقلية والعانية بالدهون هاي كمان بتتغلب آخر سؤال عادة من نجأ للكمون للنعناع بريح بتحس فيه علاقة؟ ما فيه المشكلة ممكن آه ممكن الكمون ينصن فكرت لأ ألفا لا 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 ممكن ممكن يساعد إنه يخفر ربما مشربة شكرا إليك شكرا إليك دانا